نيب رئيس المحكمة النقط انه اعتذر للاستمرار في هذه اللجنة راجل محترم لانه ارى المشهد لانه مش ما ينفعش يعني تخيل وزير مهما كان خلافي مع خلال عزيز هو وزير مصري ما ينفعش لو احترامه لو هو وصل في مرحلة خلافية يلجأ لمين طب انت مش منس خلال عزيز فيه خلاف مع لجنة الولمبية اللجنة الولمبية اللي تفصل في الموضوع هتلجأ لشم حطب زينا هتلجأ لنفسه يدي حكم لنفسه زي ما اللي بيعملوه دلوقتي طيب المادة الرهيبة بقى الجميلة جدا اللي هي الرسوم القضائية انا بقول اللي حط القانون ده يعني محترامي يعني ما راجعشي ان فيه نصوص مهمة جدا فيه في الرسوم التحصيل القضائي في تسويت في اي حاجة ده يعتبر بمثابة المال عام وده وزارة المالية بالتنصيق مع وزارة العدل النهاردة في بعض المواد المادة 94 انا هكلمك معلش الاول في القانون وباين هغطيلك في الدستور معلش انا اسف هزعيجك شوية يتولى ادارة مركز التسوية مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية على فكرة انا هقول حاجة واتمنى استاذي العظيم معالي المستشار الجليل عادل بيع عبد الحميد وزير العدل الاسبق لما قام بمناقشتي قلت له معاليك رئيسا للجاند فض المنازعات بصفتك وزينا للعدل عشان يبقى قمة الشفافية صح ما ينفعش انا رئيس لجنة ولماذا بخصمه حكم لان المادة 23 بتقول ايه لا يجوز لاعضاء الاتحادات ان تكون عضوا ان تكون باعضاء في هذه اللجان فض المنازعات طب المادة دي بتقول ممنوع طب انت الشام حطب رئيس الاتحاد فروسي فانت خلفت النص القانوني يعني حتى القانون اللي هم عاملينه هم خرمون هو رئيس الاتحاد ولمادة 23 بتنفي طوله ممنوع يبقى النهاردة عندك مشكلتين الوزير او الجهة الادارية لو عندها مشكلة لازم يلجأ لمين لرفلان المادة 23 بتقول ممنوع هو حط نفسه كذا فضل في نقطة اوه اكلمك بقى عشان رجل الشرع البسيط يبقى فهمنا ماشي معاك في نقطة مهمة جد بيجي يقولك ايه يا جماعة نمشي الدنيا وبعد كده نعد الدنيا هم راما هتمشي دول عمله زي حد في الحزب الوطني عمل انتخابات الفين وكذا وجاب كل اعضاء مجلس الشعب وكلهم حزب وطني الصورة قامت بعدها من من شروط قيام الصورة لانه اللي اتعامل وقتها انه الحجر عن المواطن المصري انا برضو بقول الكلام ده انا غير مستفاد ومش رشح نفسي وانا قررت واعلنت بس انا بقول تفاصل على بلدي مش هتنزل اين تفاصل على بلدي بقى الادهى من ده كله بيقولك في المادة 28 ويحدد مجلس ادارة المركز باعتماد من مجلس ادارة اللجنة الولمبية لنصه اتحول التحقيق وضربوه وصقطوه وعملوا لعملوه المجلس كله الوقت يقفوش خمسة انفار بعد ما كنا اتناشر هو اللي بيقول ايه بقى المجلس ده هو اللي يحدد قوائم المحكمين والموافقين والوسطاء ويتولى مراجعته ويحدسه وهو اللي يحدد اتعبها شوفوا المصيبة اللي على بقى مش دوره مش دوره ايه لا ويعتمد مجلس الادارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات هيئة وطريقة الاستعانة بالخبراء فين قانون رسوم القضايا عمش هدف مفيش ده في قانون انت لغيت قانون الرسوم مفيش موقع انت لغيت قانون سبعة سنة الفين انت لغيت قوانين وفرطت قانون في عدم دستورية ماشي وتناقض بعض النصوص مواجه لا ياريت ده انت طلعت قانون وانت بنفسك بتخلفه طيب هنروح الاسئلة دي اللي هقولها لحبطك مهمة جبزينك اتفضل اخلصك الجزية دي وانرح المادة واحد واربعين اللي هي بقى اللي بتتكلم فيها تنص على لا يوجوز الجمع بين عضوية الجمعي بين عضوية مجلس ادارة الاتحاد وعضوية مجلس ادارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة ستة وستين يبقى انت منين حاطت هنا المادة دي بتمنع نفسك وانت ولت نفسك في المادة سبعة وستين ادي مخالفة خلاص زي ما اقولت لك المادة سبعة وستعين التقاضي حقه مضمون المادة مية وطلعين التمانين الى السلطة القضائية مستقلة تتولها المحاكم على اختلاف انوحها ودرجاتها عندنا محكمة الاسرة وعندنا محكمة الاقتصادية كل الكلام ده كله وتصر احكمها وفقا لقانون ويبين القانون صلاحيتها والتدخل في شؤون العدالة او القضايا جريمة لا تسقط بالتقاضم اللي انتو بتعملوه ده في حق مصر جريمة جريمة لا تسقط بالتقاضم جريمة لا تسقط بالتقاضم قدقا للدستور في مادته مية اربعة وتمانين تعالى بقى المادة مية تمانية وتمانين من دستور مصر يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجراء مع دم اختص بيها جهات وقضايا اخرى اللي هي مسميات ذا المحكمة الاقتصادية والمحكمة كذا وكذا المادة مية وتسعين اللي هي اختص بيها كافة القطاعات الادارية في الدولة مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بيرفصل في المنازعات الادارية يعني الوزارة فيها مشكلة معك او الوزارة في مشكلة مع اللجنة الولمبية هو في القانون بتاعه القانون جميل ده هو بيقول انه ما احترامي للي كتبه القانون بس ممكن وعد منهم او سقطت منهم ساول هو بيقول ان الوزير يلجأ للمركز لانه هو الوزير هو اللجنة الولمبية وعشان كده مش هبقى فيه الدنيا وقت يعني ايه الوزير هو اللجنة الولمبية يعني النهاردة لما النص ده مش ممكن يوافع عليه الوزير الا زي كان هو بيتحكم في رئيس اللجنة الولمبية لانه انا النهاردة حبقى انا عندي قضي مع التحاد زي مثلا ما بيتصلوا ببعض الانيئات عشان يروحهم يصوطوا لفلاه او يصوطوا لعلاه التصويت ده في اتجاه واحد رفع دعوة النهاردة المشكلة كلها تروح فين اللجنة الولمبية زي مثلا اللي هو سامح مباشر شاله تسعة وتلاتين هيئة الراجل اللي قدم ابنه شهيد للوطن الله يرحمه طارق سامح مباشر ابن الغالي الله يرحمه قدم شهيد للوطن وابوه كان مساعد وزير الداخلية للامن المركزي وكان يؤمن مصر المنصب اللي بيقضي في بيط عمره عايزين يتباحه الوطن سامح جميع رئيس الاتحاد الافريقي اللي طلع بإصابة في حرب تلاتة وسبعين الله يديله الصحة قط مسلحة تم اخصاؤه وسقوطه عشان الاخ الشيف عريان ياخد المنصب منه وده سئت والتاني تم استبعاده كلام اللي حالك بتقوله خطير ده وقائع متحمل مسؤولية ده كلام وقائع انت بتكلم فيه ده العالم ده الجرائد مصر كلها كتبت ده كلام وقائع محترامي حازم حسني رفض متحة مش عارف الاتنين سيطه في الاتحاد الدولي الرماية تامر زين مرضاش رشح تامر العربي وهو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمنصب راح اه انا شالوني من نائب رئيس الاتحاد اللي جان القلمية العربية وحتاخدها دولة من الدول وليكن قطر انا رئيس الاتحاد للاتحادات العربية اتشالد وحتاخدها برضو الدوحة ده مخطط ضد دولة مش ضد خالد زين او ضد اي حد فقدان المناصب القرية والاقليمية وكله من مصر وانت فقدت معظم المناصب دي بالاضافة لنقل المقرات للدوحة احنا بقى احنا نساعدهم لا انا كده حقف عن دولة